فيلم فوي 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 تصدر الترنت خلال الأسبوع اللي فات وده بعد أيام وليلة جداً من عرضه في السينمات الفيلم أشاد بي عدد كبير جداً من الجمهور والنقاد على السوشيال ميديا ولكن أكد كتير بين اللي شافوا الفيلم أنه واحد من أفضل الأفلام اللي شافوها خلال الفترة الأخيرة الفيلم قصته عن قصة حقيقة بتدور حوالي مجموعة من الشباب ادعوا أن هم من المكفوفين وينضموا للعبة في فريق كرة الجرس وهو بطولة محمد فراج ونلي كريم وطهى الدسوئي وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن الفيلم هيكون معنا دلوقتي مداخلة هاتفية من عمر هلال مخرج ومؤلف العمل إزايك يا عمر؟ أهلاً وسهلاً إزايك ريهام أخبارك إيه؟ الحمد لله مبروك وألف ألف مبروك على نجاح الفيلم الله يخليكي الحمد لله الحمد لله الله يبرك فيكي عايز أعرف منك حكاية الفيلم بدأت معاك منين؟ بصي الفيلم ابتدى من بوست على فيسبوك كانت أكشلي اللي حطاه صادقتي من القيعي أكيد حضرتك عرفها وصادقتي أنا كمان أه والله طيب منك حطى الخبر ده لقيته يعني مضحك بشكل مش طبيعي يعني قصة فيها كل أركان فيلم سينمائي ممتاز قضية مهمة هاجرة غير شرعية دراما لأنه أكيد الناس اللي هاجرت دي كان بتعاني من فقر ما أو حاجة وفي نفس الوقت الضحة يعني هو إزاي الناس دول نصابين إلى هذه الدرجة بس نصبهم دم خفيف مفهوم طبعا فهي كوميديا سودة كانت لاقي يعني في لحظتها يعني أنا كنت في أوتوبيس بنعمل معينة الإعلان ونصوره ونزل التليفون وبطت لواحد ورحب يقول له هو ده هو ده الفيلم اللي أنا هعمله أنا هكتب هذا الفيلم وكانت وهو ده هي دي اللحظة الفيلم يعني الفكرة طيب هو فيه كلام كتير على إن الفيلم عن قصة حقيقية هل ده حقيقي؟ هو خبر الخبر اللي كانت حطى في زمينتنا كان ناس كتيرة حطى وانتشر في كل وسائل الإعلام بالجرائد حوالين العائل حتى يعني أنا صفته في بوست لروسيا اليوم تتحطاه منه أيه أعتقد روسيا اليوم أو البي بي سي أو حيث كده وطلع بقى بعد كده إنه هم واخدينه من ريبورتاج كان عامله الأستاذ محمود شاوي الصحفي والنقد الرياضي أنا مكنتش أعرف الحقيقة الموضوع ده مكنتش أعرف إنه محمود شاوي هو أنا لايت خبر في الروسيا اليوم ما أعرفش ده بقى إيه جاي موضوع هم يعني؟ مفهوم آه هي قصة حقيقية لكن الفيلم اللي انتو هتشوفوه ده من وحي الخيالي مفهوم الخيط الوحيد اللي موجود الحقيقي هو إن في ناس عملت عمي عشان تسافر فلانا طب إنت إزاي قبلت ردود الأفعال الإيجابية من الجمهور على السوشيال ميديا؟ أنا في قمة السعادة الحمد لله والله أكبر يعني ما فيش حد في حاجة حقيقي بسطاني غير كلام النقاد الكبار يعني أقلامهم لا تمدح بس بتقول الصدقة كلهم إن شاء الله جذكر أسباق لكن كلهم كلهم بيقولوا كده وفي حاجة غريبة ما بتحصلش غير مرة كل كان فيلم إن الناس بتتقفل قاعة في أي قاعة مع نهاية الفيلم هي هتلاقي 10% من القاعة بالتقفل ده طبعا إحساس فضيع فضيع مش في العرض الخاص أنا بتكلم على أي عرض أنا خضرت عرضين ولقيت ده فيهم ولقيت كل الناس اللي بتبعاتي يتقول لي يا عمر مبروك يا عمر مبروك الناس بتتقف في القاعة فقلت لأ دي أكيد بتحصل مرة مرتين فروح تشوفها فالحمد لله الحمد لله فضل ربنا واسع يعني الحمد لله طيب إحنا عارفين إن أنتوا دلوقتي في دبي عشان العرض الخاص للفيلم هناك كلمنا عن الأجواء عندك هناك والله هو أنت عارف الفيلم اشتركوا معنا إنس نيشن أبو ضد وفوكس ستوديوز بتطوير نحن نعمل الميزانية فهم هنا في قمة السعادة يعني فوكس مش متدقين الفيلم أصلا والفاكس بتاعه وحتى قبل لما ينزل في مصر والنجاح اللي الجمهور والنقاد حبه هم خدوه إلى فاكستان يعني قبل لما حتى ينزل ونعرف إيه راحوا وروا لأكبر سينما سلسلة سينما في فاكستان وفاكستان خدته فإحنا نساء الله يوم 6 أكتوبر نازلين في 15 قاعد فاكستان وراحين أستراليا وراحين تركيا وفي مهرجان في أوروبا بس مش عاوزين نتكلم عليه لسه لأنهم يعلمون رسل نسيبوش لسه بس يعني إحنا معظمين عليه فالحمد لله يعني الحمد لله مش عارف أقولك الحمد لله ألف مبروك وربنا يوفقك عمر هلال مؤلف ومخرج فيلم فوي 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 شكرا على وجودك معينا وألف مبروك مرة تانية